الحمد لله مصر النهاردة زي ما او ختم ملخص الاخبار بتفوز بتنظيم كأس الامم 2019 ده خبر سعيد جدا لانه يعني ببساطة في اي تقدير متواضع لمتوسط الذكاء انهاء ازمة الجماهير في مصر غير كده هيبقى مهلبية بالخيار معنى كده انه سيتم اطلاق صراح باذن الله كل المعتقلين من الاولترس قبل هذه المناسبة طبعا مصر ما فازتش بهذا التنظيم الحقيقة اللي ما حدش يقدر يلف عليها نتيجة لصراع او تنافس لا اطلاق هو ما فضلش غيرنا ينظمها كنا احنا وجنوب افريقيا وجنوب افريقيا اختلفت مع الاتحاد الافريقي على المقابل المادي للنقل التلفزيوني وهو المقابل البخس واللي ابلته مصر 24 فريق لأول مرة بتصادفهم او كاسر ام بتلعب ب24 فريق بدل 16 عشان كده المقابل المفروض ارتفع منه بافريقيا كانت اخر حد فشل من هو يصل الاتفاق المغرب رفضت كانوا عايزين يرادوا بيها المغرب تركي كان ليه خطة في دماغه طال عمره ومصر رحبت والمغرب رفضت فاستقرت عندنا يمكن خير من ربنا لتكون ايذانا بانهاء ازمة عفنة سادت في البلاد وهي غياب الشعب عن كل حاجة وبالمرة دي كانت في كرة القدم اتمنى ان يكون خبر اعلان تنظيم مصر 2019 ايذانا باطلاق صراح الالاف من الجماهير اللي مقبوض عليها عقابا على كونهم احرار اشتركوا في القناة